اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان التعاون البناء والمثمر كان وسيظل دائما عنوانا لتكاملية العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من اجل تحقيق تطلعات المواطن باعتباره الهدف الجامع لكافة الجهود الوطنية من قبل كافة اعضاء فريق البحرين واشار سموه الى ان مصلحة البحرين وابناءها اولا وهي الاساس لكافة الجهود والادوار الوطنية التي يقوم بها ابناء البحرين من مختلف مواقع المسئولية والتي تحظى بكامل الدعم والاهتمام لمواصلة تحقيق الانجازات وبناء حاضر ومستقبل افضل للجميع بما يدعم اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر الاقضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من كبار المسؤولين معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس نواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى حيث اشاد سموه بالدور البارز لاعضاء السلطة التشريعية وجهودهم الرامية الى تحقيق تطلعات المواطنين عبر مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يدعم مسارات العمل الوطني لافتا سموه الى حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية بأعلى معايير الاتقان والجودة والكفاءة وتطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع السلطة التشريعية لما فيه صالح الوطني والمواطن وقال سموه ان العمل في مسيرة التنمية والبناء مشترك ويساهم فيه الجميع بروح الفريق الواحد لتمضي قدما بطموح لا حد له وعزيمة مخلصة نحو تقدم ورفعة مملكة البحرين مؤكدا سموه بان البحرين بخير ولاه الحمد بقيادة مليكها المعظم ايده الله وتعاوض لابنائها ووعيهم وشغفهم نحو تعزيز تقدمها وتطورها وحفظ امنها واستقرارها من جانبهما اعرب معالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من اهتمام وحرص دائم على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشرعية لتحقيق الاهداف والتطلعات المنشودة